يعني لو هتكلم مع حضرتك عن الإيبول عن الإنفلوانزا الأسباني كل وباء وكان له ظروفه الخاص بعضها أسباب بكتيريا وبعضها أسباب فيروسية وغيره لكن هذه العائلة الكورونا كلما انتقلت كلما ضعفت وفقد جزء من المادة الوراثية بتاعتها فأصبح ليس له قيمة وهثبت لحقيق الموضوع ده بلغة الأرقام أرجع معي حقيق الشهر أربعة اللي فات كان عندنا بيتسجل في العالم 60-70-80 ألف حالة على حد أقصى يوميا في العالم وكان بيموت عندنا 8000-8500 يعني بنتكلم في 12-15% من اللي بيتصابوا بيموتوا شوفنا حالة من الارتياح شوية لما دخل الصيف عندنا ومع بداية الخريف وبدأة انخفاض درجات الحرارة شوفنا انتشار سريع جدا للفيروس وهو بريء مالوش علاقه خالص بالموضوع ده وبالرغم من ان احنا بنسجل دلوقتي 7722 ألف أمباراة طريقة جديدة للانتقال من أولا ما خرج واحنا بنقول من 12-19 واحنا بنأكد على معلومة انه لا ينتقل إلا من خلال الرزاز هل اكتسب طريقة تانية؟ بس أنا هكلمك برضو في إطار المواطن يعني الإعلام والميديا بيتكلم ان احنا في موجة تانية وماش نش عارفين يعني ايه كلمة موجة أولى وموجة تانية ويقال ان الموجة التانية هي أقل حدة ولكنها أكثر من تشارة طيب برضو عايزين نتكلم مع بعض عايزين نشوف برضو موضوع الموجة ده احنا برضو عايزين نفهم احنا مش عايزين حاجة تانية احنا كلنا عايزين نفهم وانا أول واحد هل الفيروس ده اكتسب طريقة جديدة للانتقال؟ يعني كان ينتقل من خلال الرزاز أصبح ينتقل من خلال الأكل والشربة مثلا؟ اصبح ينتقل من خلال النفس؟ لم ينتقل ولم يكتسب طريقة جديدة للانتقال وبالتالي أنت المتهم كباشر وليس الفيروس ما تجيش بقى تقول ان الفيروس له بقى وهو الفيروس بقى أصبح أكثر انت شمالوش علاقة خالص الناس تخلت عن الإجراءات الاحترازية لم ترتدي الكيمامة ولم تلتزم بالتباعد الجسدي ولم تقوم بغسيل الإيدين انت عايز بقى في وجود وباء يفضل كما هو الحال ده هو من رحمة ربنا ان احنا ظهر وباء الكوفيد ناينتي الاخف والتي واللي بيتميز بميزة الديليشن او الإزالة من المادة الوراثية لكن لو كانت حاجة تانية اللي قدر الله لأ كنا هنشوف وطبعا الحدة أقل بس اللي عمل ألا يا دكتور محمون ان بدأت أوروبا تعمل إغلاق تاني يعني شوفين دول عالم كتير دلوقتي بريطانيا عملت ألمانيا فرنسا بدأت تتكلم لا احنا هنقفل تاني ونعمل حذر تاني فإن دل فهو بيدل على ان في حدة سواء بالانتشار أو بالتأسير سبق لي وحذرت في كل وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية والعربية الإغلاق إغراق الدول اللي بتغلق تماما دي انت بتاخد نتائج سريعة ممتازة جدا لكن بعدها بتحصل موصيب بكل ما تعنيه الكلمة حالة واحدة بس تصاب وهتلاقي حالة من الانتشار الفضيح قد بالحك من حاجة احنا عندنا دايما في الأوبئة حاجة اسمها بوست بانداميك سندروم أو متلازمة بعد الأوبئة الناس بتصاب بالإحباط وعندها نوع من أنواع التخلي عن الإجراءات الاحترازية وده اللي احنا كلنا كنا متأكدين منه وهتلاقي حاجة بعد كام يوم يطلع لنا ناس بيقولوا أحذروا مجتلت الموضوع دلوقتي ملوش علاقة خالص بالفيروس جماعة الموضوع لي علاقة بالبشر فقط لا غير العامل النفسي البشري هو ده اللي كل الناس بتلعب عليه دلوقتي بس والعامل الجوي مثلا الشتاء والصيفة خليني أتفل ما أحاك أن الفيروسات تعشق درجات الحرارة المنخفضة تعشق مش بتحب عشق درجات الحرارة تنخفض درجات الحرارة والبشرة مش ملتزمين ومتكدسين بس خلاص أنت وفرت له كل حاجة هو عايزها جو الدفع بقى أيوة أنت وفرت له كل حاجة خلاص هو هينتش ترجمة نانسي قنقر